سبعة قتل على الأقل في حدث تحطم طائرة خلال عرض جوين في بريتون على الساحل الجنوبي لإنجلترا وحسب الشرطة فقد استضمت الطائرة بسيارات على الطريق رقم 127 الرئيسي إلى الشمال من مطار شورهام حيث يقام عرض شورهام الجوي وحسب الصور التي التقطها بعض الهوات فقد قامت الطائرة بدورة أولى على ارتفاع منخفض جدا لترتطم على الطريق السريع حيث كانت تمر عدة سيارات السلطة البريطانية أرسلت خبراء ومختصين إلى مكان الحادث لمعينة الانفجار الطائرة من نوع هوكر هينتر وهو طراز يعود إلى خمسينية القرن الماضي وقد تم سحب قائدها من الحطام المشتعل هذا الحادث يعد ثاني أخطر حادث يشهده العرض الجوي منذ العام 2007